السلام عليكم تطور الإنسان عن كائنات أبنى هكذا تقول نظرية التطور لكن القرآن يقول أننا بنو آدم الذي خلقه الله بيديه وخلق منه زوجه هنا تنوعت اتجاهات المؤمنين بنظرية التطور من أبناء المسلمين فمنهم من قال إذن نعيد تفسير آيات القرآن بما يتناسب مع نظرية التطور ومنهم من قال نقول أن قصة آدم في القرآن قصة رمزية ومنهم من قال بل نكذب القرآن ونؤمن بالعلم في هذه الحلقة سنناقش بالأبحاث العلمية هذه المقدمة التي اعتبروها مسلمة أن تطور الإنسان حقيقة علمية ونحاول أن نرسم معا ملامح المنهج العلمي القويم لعلنا نكون من أهل قوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فتابعوا معنا ما يشيعه أتباع نظرية التطور في أشهر مجلاتهم وكتبهم ومواقعهم العلمية والمحاضرات التفقيفية لعموم الناس هو أن الإنسان تطور عن أصول مشتركة مع الحيوانات مرت بمراحل انتقالية من كائنات شبه بشرية وصولا إلى الإنسان الحديث الذي يسمونه بالهومو سيبيونز وأن هذا الإنسان الحديث ظهر أول ما ظهر في أثيوبيا قبل حوالي مئة وخمس وتسعين ألف سنة كما في هذه الورقة المنشورة في نيتشر عام 2005 ثم بعد عشرات الآلاف من السنوات خرج نسله إلى بقية أنحاء العالم وأن هذه الكائنات المزعومة التي يفترض أن الإنسان تطور عنها لها خصائص انتقالية تناسب النطاق الزمني الذي اكتشفت فيه من حيث شكل الجمجمة وحجمها والهيكل العظمي والمادة الوراثية ويضع المروجون لنظرية التطور من العرب هذه الصور خلفية لمحاضراتهم إذن أنتم تقولون أننا معاشر البشر بشكلنا الحالي كان أول ظهور لنا قبل مئة وخمس وتسعين ألف سنة في أثيوبيا أليس كذلك؟ بلى تقريبا يعني بلاس ماينس خمسة ألاف سنة وهناك تسلسل واضح في أسلاف الإنسان بما يناسب النطاق الزمني في الخط التطوري طبعا طبعا وكل أحفورة نجدها تدعم التسلسل الذي افترضناه قبل وجودها ولا تخرج عن ذلك الإطار أليس كذلك؟ بلى طبعا طيب ماذا تفعلون بالحفرية البشرية المكتشفة عام 2017 في المغرب والتي تعود لثلاثمائة ألف سنة حسب تقديرات المختصين بحيث عنونا لها بعنوان حفرية مكتشفة في المغرب تعيد ترتيب شجرة عائلة الهوموسيبيانز مافيش مشكلة سنعمل ستريتش للخلف ونقول أن الإنسان الأول ظهر قبل حوالي ثلاثمائة ألف سنة كما في موقع سمستونين طيب تعالوا نعودوا للوراء ماذا عن الحفرية المكتشفة عام 1995 في إسبانيا لبقايا جمجمة وهيكل عظمي قدروا أنها أقدم من سبعمائة ثمانين ألف سنة يعني أقدم بكثير من الثلاثمائة ألف سنة المزعومة بحيث أن الإنسان ظهر قبل الكائن شبه البشري الذي كان يفترض أن الإنسان تطور عنه حتى قال مكتشف الجمجمة وان أرسواقا إن هذا مفاجئ جدا علينا أن نعيد النظر في تطور الإنسان ليناسب هذا الوجه المكتشف فعمره ثمانمائة ألف عام ومع ذلك فمن الواضح أنه كوجوهنا احتاروا كثيرا في التفسير وقرروا اعتباره كائنا شبه بشري وأطلقوا عليه اسم وأطلقوا العنان لخيالهم لإظهاره بدائيا كهذا التمثال في المتحف الأسترالي ولا زالت الحيرة في تفسيره قائمة فمن شهور قليلة نشرت مجلة نيتشر دراسة تعيد التأكيد على أن وجه ما سموه هومو أنتسيسر هو كوجوهنا وتكلمت مجلة ساينس عن الحيرة في مكان وضعه في التسلسل التطوري طيب مهما فعلتم لتفسروا هذا الفرق بمئات الآلاف من السنوات ماذا ستفعلون بالجمجمة المكتشفة في كينيا عام 2001 والتي أطلقوا عليها اسما يعني رجل كينيا مسطح الوجه وقدروا عمر الجمجمة بثلاثة ونصف مليون سنة حتى أبدت مقالة في مجلة نيتشر صدمتها الشديدة بها وصدرت المقالة بقولها إن التاريخ التطوري للإنسان معقد وغير واضح المعالم إنه يبدو اليوم على شفى الإلقاء في المزيد من الارتباك بسبب الاكتشاف لنوع جديد يعود لثلاثة ملايين ونصف مليون السنة وكذلك مجلة ساينس في مقال بعنوان جمجمة تضيف المزيد من الغموض على أصول الإنسان تقول في مقدمته إن اكتشاف جمجمة وبقايا أحافير عمرها ثلاثة ونصف مليون سنة في شمال كينيا يهز شجرة تطور البشر من جذورها ونشرت ساينس أيضا في مقال آخر قائلة إن الخبراء مجمعون على الرأي أن هذه الحفرية سوف تعقد الجهود لتتبع المسار الملتوي لتطور الإنسان مجمعون بينما مروجوا نظرية تطور العرب يوهم كلامهم بأن الخبراء مجمعون على تسلسل واضح لتطور الإنسان وبالمناسبة فالداروينيون في المحصلة لم يصنفوا هذه الأحفورة ضمن الجنس البشري لكنهم محتارون في أن خصائصها لا تناسب هذه المرحلة الزمنية حسب الخط التطوري المزعوم لم يستفق الداروينيون من هذا الكف عام 2001 حتى جاءت صفعة أخرى عام 2002 باكتشاف جماجم في تشاد سموها توماي قدروا عمرها بستة إلى سبع مليون سنة كما نشر في نيتشر بخصائص لا تناسب هذه المرحلة الزمنية حسب الخط التطوري المزعوم فقربها من الجماجم البشرية يجعل من المفترض أنها ظهرت متأخرة نسبيا فإذا قبلوا بأن عمرها ستة إلى سبعة مليون من السنوات فلن يمكن القبول بكون العديد من الأنواع المتأخرة بعد توماي أسلافا للبشر وتنتمي لنفس السلالة التطورية لأن هذه الأنواع أقل شبها بالجمجم البشرية المعاصرة من توماي يعني ما بينفعش الجنس الأقدم يكون أقرب للإنسان من الجنس الوسيط حتى قال هذا المقال في نيتشر إن توماي هي رأس قمة هذا الجبل الجليدي الذي قد يغرق لنا أفكارنا الحالية عن تطور الإنسان وقال المختص في الأنثروبولوجي بيرنرد وود عندما ذهبت إلى كلية الطب عام 1963 كان تطور الإنسان يظهر كالسلم يعقب المقال الآن يظهر التطور كشجرة متفرعة ما العلاقة بين هذه الأحافير وأي منها هو سلف الإنسان إن كان أي منها أصلا سلفا للإنسان كل هذا لا زال محل خلاف لاحظ مرة أخرى هذا من مقال في نيتشر إحدى أشهر المجلات العالمية وهي أكثرها دعما لخرافة التطور ما العلاقة بين هذه الأحافير وأي منها هو سلف للإنسان إن كان أي منها أصلا سلفا للإنسان كل هذا لا زال محل خلاف لذلك أخي عندما ترى من يعرض لك مثل هذه الرسومات الفكاهية التي تظهر تطور الإنسان كخط رصين فعلم أنه لم يحدث معلوماته من عام 1963 من أيام ذهب بيرنارد وود إلى كلية الطب وبعدها في عام 2005 نشرت نيتشر مقالا صدرته بالقول حتى سنوات قليلة مضت كان يعتقد أن التاريخ التطوري لنوعنا البشري مباشر وبسيط إلى حد ما إلى أن قال لكن مؤخرا بذر الارتباك في شجرة تطور الإنسان ثم شرع المقال في بيان الاكتشافات التي أحدثت هذا الارتباك ثم في عام 2015 اكتشفت عظام في تنزانيا تشبه عظام يد الإنسان الحديث وزادتهم ارتباكا إذ قدر عمرها بأكثر من 1.84 مليون سنة ونشرت عنها نيتشر وفي العام نفسه في 2015 اكتشفت أحفورة في إثيوبيا بخصائص لا تناسب الخطة التطورية المزعوم ونشرت عنها نيتشر وعلق عليها بروفيسور الأنثربولوجي كولين جروفز قائلا لا نعلم كم نوعا تواجد يعني من أسلاف الإنسان المزعومة ولا نعلم أيها يتبع لي أيها وقال عن هذه الأحفورة يعني كأن عربة تفاح قلبت رأسا على عقب طب مش يمكن الصورة تضحت أكثر في السنتين ثلاثة الأخيرات لا بل اكتشف العديد من الاكتشافات المربكة حتى علق المحرر العلمي في موقع بي بي سي قول رينكون في المقال المنشور من شهور في اثنين أربعة الفين وعشرين قائلا في وقت ما كنا نتصور أن تطور البشر يسير في شكل خطي حيث يظهر الإنسان الحديث في نهاية الخط باعتباره ذروة التقدم التطوري لكن أينما ننظر الآن نرى بشكل متزايد أن الصورة الحقيقية كانت أكثر فوضوية من هذا بكثير كان محسوما لدى الدارونيين ولفترة طويلة من الزمن أن الإنسان الأول ظهر في أثيوبيا ورسموا قصة خروج سلالته وانتقالها لأنحاء أخرى في العالم لكن هذا الحسم تبع ثار تماما بهذه الاكتشافات التي ظهرت في المغرب وكينيا والشاد وتنزانيا قالوا إذن فلنقول أن أصل الإنسان كان في إفريقيا بشكل عام فهذه الدول كلها في إفريقيا في إفريقيا ماذا تقولون إذن عن هذه الأحافير في الصين التي نشر عنها في 2017 وقالت عنها نيو ساينتست أحافير غريبة من الصين تظهر أصولا آسيوية لنوعنا الإنساني وتعيد كتابة قصة تطور الإنسان الصين مش مشكلة صحيح مش نفس القارة زي إثيوبيا لكن من نفس الكوكب على الأقل وهذا مقال منشور من شهور في 2020 تحت عنوان اكتشافات حديثة تعمل إصلاحات رئيسية لتصورنا عن من أين جاء البشر ومتى ويقول أنه مع الاكتشافات الحديثة فكثير من أفكارنا السابقة عن من نحن ومن أين أتينا ظهر أنها خطأ هذه كلها أبحاث وتصريحات من أفواه التطوريين وفي أشهر مجلاتهم وهذا هو واقع السيناريوهات التطورية للإنسان مبعثرة غرقانة مربكة بلتوية معقدة غامضة فوضوية مهتزة من جذورها كعربة تفاح مقلوبة رأسا على عقب بتعبيرات التطوريين أنفسهم تعبيراتهم تجعلني أتصور أتباع الخرافة يركضون كالكائنات الوهمية التي افترضوها يجرون لاهثين خلف سراب خرافتهم طيب ماذا يفعلون بما أن كل خط تطوري للإنسان ينهار مع كل اكتشاف جديد أصبحوا يلجأون لرسم أشجار متفرعة بحيث إذا تم اكتشاف شيء جديد فرعوا فرعا من الشجرة ووضعوا الأحفورة عليه وانتهى الموضوع ويتجنبون رسم علاقة مباشرة بين كائن وكائن وهو التفاف من المهم جدا الوقوف عنده يعني الأحافير التي أفسدت عليهم خيالاتهم السابقة وأعربوا عن انزعاجهم منها أصبحوا يضيفونها في مكان ما في الشجرة تنظر أنت فترى أسماء كثيرة ووجوها تخيولية كثيرة فتظن أن هذه كلها أدلة على التطور الإنسان مع أنها على العكس تماما تحول الدليل الهادم بالتطور إلى دليل للتطور على طريقتهم التي جئنا عليها بشواهد كثيرة وهذه الأشجار تتباين من موقع لموقع بحسب ما تنطلق خيالاتهم كما في هذه الصور من ونيتشر وساينس ومجلة إيرث المعروفة والموسوعة البريطانية وموقع المتحف الأسترالي وغيرها ماذا يعني التشجير؟ يقولون مثلا الإنسان والشمبانزي تطورا عن أصل مشترك فيظن البعض أن هذا الأصل المشترك هو كائن معروف لديهم يوجد أحافير تدل على وجوده تاريخيا أبدا إنما هو الكائن الافتراضي كما في نيتشر افترضوا وجوده وأعطوه اسما آخر سلف مشترك بين الإنسان والشمبانزي هل هناك أي دليل علمي عليه؟ أي معلومات عنه؟ أبدا وإنما لا بد من اختراع وجوده تطوريا هذا مع أن بحثا نشر من شهور في ساينس أدفانسز التابعة لمجموعة ساينس افتتح بجملة إن دماغ الإنسان أكبر بثلاث مرات ومرتب بشكل مختلف عن دماغ أقرب أقربائه الأحياء وهو الشمبانزي وهي خصائص مهمة للقوة الإدراكية للإنسان وسلوكه الاجتماعي إلا أن الأصول التطورية لهذه الخصائص غير واضحة فالإنسان مختلف عن الشمبانزي بشكل كبير وكيف سطاع التطور عمل ذلك غير معروف والسلف المشترك بينه وبين الشمبانزي غير معروف المهم أنه تطور وخلاص حفرية آردي من عائلة آردي بيثيكاس أو حفرية لوسي من عائلة أسترالو بيثيكاس التي اعتبروها سابقا أسلافا للإنسان وأيقونات لتطوره يتجنبون الآن رسم علاقة مباشرة بينها وبين الإنسان والدعاء أنها أسلاف له وإنما يدعون أنها ربما تفرعت هي وأسلاف ما للإنسان عن أصل المشترك ما كما في ساينس وكل ما ترونه من أرقام هي كائنات تطورية يفترض أنها وجدت فأصبحت أشجارهم عبارة عن مجموعات من الأعشاش المنفصلة لا تربطها إلا أصول موهومة لا دليل عليها ولذلك أصبحوا كثيرا ما يتجنبون كلمة أسلاف الإنسان ويستخدمون بدلا منها أقرباء هناك قرابة ما كيف متى ما الدليل لا نعرف لكن لا بد أن هناك قرابة ما الآن وبعد أن بينا لكم إخواني أن الاكتشافات الحديثة تبعثر الخطة التطورية المزعوم تعالوا نبين لكم أن نعناصر هذه الخطوط أو هذه الأشجار يعني ما كانوا يسمونه أيقونات التطور الأحافير الدالة دلالة دامغة على حصول التطور أنها لا علاقة لها بتحول تطوري ولا كائنات انتقالية ولا أشباه بشر ولا حاجة وإنما ببساطة عندنا أحافير لقردة وأحافير لبشر أحافير القردة هي لقردة متنوعة الأشكال لكنها تبقى قردة وأحافير ما زعموا أنهم أشباه بشر هي أحافير بشر بينها من التنوع كما بين البشر الحاليين وعندنا أجزاء من جماجم وهياك العظمية لا يمكن الجزم بأنها تابعة لبشر أو قردة أو غيرهم تبنى عليها قصص ورسومات بمحض الخيالات والتوهمات كجمجمة الحمار وسن الخنزير وقد تكون لمخلوقات منقرضة ونقصد بالقردة هنا الإبس وهناك فرق بينها وبين المانكيز والكلمتان تترجمان في العربية لقردة والداروينيون يدعون أننا نشترك مع المانكيز في أصل مشترك ما ثم يختلفون في شأن الإبس هل هي أسلاف للإنسان أم تشترك معه في أصل مشترك ما آخر إذن دعونا نأخذ قصة أيقونات التطور ولنأخذ هذا الخط التطوري الموجود حتى اليوم في آب غسطس من العام 2020 في موقع الموسوعة البريطانية بعنوان الخط التطوري للإنسان أولاً أستراليوبيتيكس أفرنسيس القرد الجنوبي العفاري والذي سمي أشهر أحافيره بلوسي ما لا يعرفه الكثيرون هو أن لوسي هي عبارة عن مجموعة عظام متناثرة في سفحة التي تتعرض لعواصفة مطرية عظام لم تكن مرتبطة ببعضها جمعت على مدى ثلاثة أسابيع فك من هنا عظمة فخذ من هناك وبعد أسابيع فقرة من العمود الفقري من موقع آخر وهكذا فاستنتج الباحثون أن هذه العظام تعود لنفس الكائن كما في كتاب لوسي بداية الجنس البشري لمكتشف العظام دونالد جوهانسون وكما في موقع جامعة أريزونا فهذه العظام قد تكون لنفس الكائن وقد لا تكون افترضوا أنها لنفس الكائن وأنه يحمل صفات انتقالية بين البشر والقرود فانطلق خيال أتباع الخرافة ليرسموا بناء على هذه العظام عددا ضخما جدا من الرسومات والتماثيل في المتاحف والأفلام الوثائقية والكتب المدرسية والجامعية وعملوا لها صورا تجعلك تشعر بالحنين لأمك الأولى المفترضة ونشروا وثائقيات وبرامج عن كيف ماتت لوسي ليصبح وجودها حقيقة مسلما بها ويبقى التساؤل فقط عن تفاصيل حياتها وبحيث إذا سمعت لوسي تصورت أنه مستخرج في الحفرية هذا الكائن محنطا مكتمل الشحم واللحم ومعه فيديو عمره ثلاثة ملايين سنة يظهر تفاصيل حياة لوسي بينما ما هي في الحقيقة إلا عظام مبعثرة مشكوك في أنها تابعة لنفس الكائن وما لا يعرفه كثيرون أن إعلام الخرافة تعامى في ذلك كله عن الكثير من الأبحاث التي تشكك في جزئيات كثيرة من الاستنتاجات التي بنيت مبكرا عن لوسي والأبحاث التي تنفي بالكلية أن تكون لوسي وعائلتها من القردة العفارية سلفا للإنسان حتى أن المجلة الفرنسية ساينس إيفي جعلت العنوان الرئيس لغلاف عددها الصادر في الشهر الخامس من عام 1999 وداعا لوسي وذكرت في المقال الأدلة على أن كل عائلة الأسترالوبيذيكاس التي تنتمي إليها لوسي لا بد أن تزال من شجرة عائلة الإنسان وفي عام 2007 نشرت المجلة الأمريكية المعروفة مقالا تبين الأسباب التي تشكك في كون القرد العفاري الذي منه لوسي سلفا للإنسان وحديثا من شهور قليلة في إبريل 2020 نشرت مجلة تابعة لمجموعة ساينس بحثا اعتمد على جمجمة لوسي ومجموعة من جماجم القردة العفارية لتخيل شكل الدماغ وقال الباحثون في النتيجة بخلاف الادعاءات السابقة فإن بنية دماغ القرد العفاري هي كأدمغة القردة وليس هناك خواص تتجه نحو الصفات البشرية يعني لا انتقال ولا شيء وهناك الكثير من الأبحاث الأخرى تنفي كون القردة العفارية ومنها لوسي أسلافا للإنسان وأصبحت المجلات العلمية ترسمها مشجرة على أن لها مع الإنسان سلفا مشتركا ما كما رأينا في نيتشر و ساينس ومع ذلك لا تزال الكتب الجامعية والمدرسية والمواقع العلمية ومثقفو العرب يستخدمونها كأيقونة لتطور الإنسان اللي بعده ثانيا هومو هابلس أو ما يسمونه الإنسان الماهر ويقولون أنه شبه إنسان أحد المراحل الانتقالية بين القردة الجنوبية والإنسان المعاصر ومرة أخرى ما وجدوه ليس هذا الكائن بل عظام أطلق العنان بعدها لخيالاتهم نشرت مجلة ساينس عام 1999 بحثا يبين أن خصائص هذه الأحافير التي صنفت سابقا على أنها لشبه إنسان هي كخصائص القردة الجنوبية وبالتالي يجب إزالتها من تصنيف الهومو يعني أشباه البشريين المفترضين ثم عام 2000 نشرت مجلة البيولوجيا الجزائية وتطور بحثا ينفي صلاحية الهومو هابلس كحلقة وسيطة بين القردة الجنوبية والبشر مع أن هذا الاعتقاد ساد لمدة ثلاثين عاما كما يقول البحث ثم في عام 2011 نشرت ساينس بحثا بعنوان من كان الهومو هابلس وهل كان من أشباه البشر بالفعل أول جملة في البحث تقول في السنوات العشرة الأخيرة تضعضعت مكانة الهومو هابلس كأول فرد من نوعنا ثم تحدث البحث عن تشابه الهومو هابلس مع القردة الجنوبية عشرات السنين من نفي الأبحاث لفكرة شبه الإنسان هذا ولا زالت صوره تتداول كأيقونة لتطور الإنسان اللي بعده ثالثا هومو إريكتس ما يسمونه الإنسان المنتصب ويقولون أنه شبه إنسان هذا الكائن الافتراضي يعتبرونه محوريا ومهما في التطور والعديد من أشباه الإنسان المزعومة سابقا مثل هومو رودولفينسيس وإرقاستر هناك من يلحقها بشبه الإنسان المنتصب المزعوم كما في هذا البحث في ساينس فهل هو أيقونة للتطور ودليل دامغ لا يرد بالفعل هذا بحث منشور في المجلة الألمانية الإنجليزية كوريوفوشينز إنسيتيوت زاكنبيرغ عام 1994 بعنوان المبررات لإغراق الإنسان المنتصب يعني إلغاء فكرته يقول فيه الباحثون وهم من أمريكا وأستراليا والصين والشيك ليس هناك حدود فاصلة بين الإنسان المنتصب والإنسان العاقل لا في الزمان ولا في المكان ليس هناك عملية انتواع في تحدر الإنسان العاقل من المنتصب هذه الأسباب تتطلب اعتبارهما نوعا تطوريا واحدا وهذا بحث منشور في مجلة نيتشر يتكلم عن احتمالية تصنيف هومو إيركتس كسلالة أو عرقية ريس من جنسنا البشري المعروف يعني لا مرحلة انتقالية ولا حاجة سيقول قائل لكن لحظة هل هذه الأبحاث حسمت الموضوع؟ أم أن هناك أبحاث أخرى ردت عليها؟ هل اتفق علماء التطور على إزالة الهومو إيركتس مثلا من مسار تطور الإنسان؟ فنقول إخواني هؤلاء الداروينيون لا يكادون يتفقون على شيء بل يخطئ بعضهم بعضا ويسخف بعضهم بعضا وإنما يتفقون على شيء واحد نفي الخلق في هذا المقال في موقع ليب ساينس الدارويني أيضا يتكلم عن خلاف الداروينيين على الإنسان المنتصب فيقول النسب والتاريخ التطوري للإنسان المنتصب وباقي أشباه الإنسان غير واضح وأصبح موحلا أكثر بالاكتشافات الحديثة موحل مطين امنيل في ستمائة نيلة على إخوانا المصريين ثم يستخدم المقال عبارات هناك الكثير من الاختلاف المزيد من الارتباك العلماء ليسوا متفقين فنعم هناك خلاف على كل شيء والأبحاث التي نعرضها لك والتي تضرب أيقونات التطور هي من أعلى المجلات تصنيفا كبيناس وساينس ونيتشر بينما كلام مروجي نظرية التطور العرب يوهم بأن السيناريو تمام والأدلة محكمة والعلماء مجمعون اللي بعده كنا في حلقة نظرية البانكيك قد استعرضنا معكم هذه الورقة العلمية التي أجرت مراجعة شاملة لمائة وواحد وخمسين بحثا عن النيانتردال وأثبتت أنهم لا يقلون عنا في شيء وليسوا أسلافا غبية همجية للبشر كما كان يدعى وقد أصبح هذا مقبولا لدى عامة الدارونيين ونشرت فيه أبحاث كثيرة من آخرها بحث جيني نشر من حوالي شهرين يظهر أن الفروقات الجينية في الميتوكوندريا بين النيانتردال والبشر الحاليين هي أقل من الفروقات بين الدب القطبي والدب البني وأنه حصل تزاوج بين الإنسان المعروف والنيانتردال ففي الخلاصة الأستراليوبيثيكس أفرنسيز هي كالقردة الجنوبية ليست فيها خصائص انتقالية للإنسان وما سمي بالهومو هابلس هو أيضا ليس شبه إنسان بل من القردة الجنوبية فيما يظهر وكل ما زعم سابقا أنهم أشباه بشر غيره هم بشر الفروقات بينهم وبين الهياكل البشرية التي تتم المقارنة بها هي كالفروقات بين سلالات البشر الحالية أو قريب منها وهكذا ترى مرة أخرى لماذا السيناريوهات التطورية للإنسان مبعثرة غرقانة مربكة ملتوية معقدة غامضة فوضوية مهتزة من جذورها كعربة تفاح مقلوبة رأسا على عقب وترى لماذا هذه الرسومات التخيلية الغبية لا قيمة لها مجرد خداع وتضليل ودجل بالعلم الزائف تنام عليه الكتب الجامعية والمدرسية ومواقع تبسيط العلوم الأجنبية والعربية لعشرات السنين تماما كما نامت على كذبة العظام الخلفية بلا فائدة في الحوت كما بينا في حلقة صح النوم أو رسومات هكل للأجنة كما بينا في حلقة طرزان كل الأبحاث التي استشهدنا بها إخواني هي لداروينيين ولا يعترف أي من كاتبيها بسقوط خرافة تطور الإنسان ففي كل مرة تسقط فيها إحدى إيقوناتهم فسيقولون لا يهم هناك أدلة كثيرة على التطور كما بينا في حلقة طرزان فالبديل وهو الخلق الحكيم مرفوض مسبقا ولا يمكن التفكير به ما نعمله هو تجميع الصورة الكلية التي لا يعترفون بها وبيان ارتباكهم وأنهم لا يفكرون أصلا بالخروج من صندوق الإيمان الأعمى الدارويني فهم قد ألزموا أنفسهم بإيجاد قصة ما بديلة عن الخلق فلابد من إعادة كتابة سيناريو القصة كما يعبرونهم بأنفسهم ورسم الأشجار عديمة الفائدة والثمار وأطلاق العنان للتخيلات والأساطير وعمل أي شيء ولا أن يعترفوا بوجود خالق إيرنست مير من جامعة هارفرد وهو من كبار الداروينيين يقول في كتابه ما الذي يجعل علم الأحياء فريدا طبعت عام 2004 إن أقدم الأحافير للهومو يعني للبشر وأشباههم المزعومين وهي أحافير هومو رودولفينسيس وهومو ريكتس مفصولة عن القردة الجنوبية بفجوة كبيرة خالية من الأحافير كيف يمكننا أن نفسر ذلك في غياب الأحافير التي تلعب دور الشكل الانتقالي فإن علينا الرجوع إلى الطريقة المتعارف عليها في علوم التاريخ ألا وهي بناء رواية تاريخية بناء رواية تاريخية يعني اختراع قصة ما لسد الفجوة ثم النظر إن كانت هذه القصة ستأتي أدلة تعارضها أم لا وبالتالي فكثير مما يعرضه الداروينيون هو روايات تاريخية لسد فجوات لا عجب فماير نفسه يقول أن البيولوجيا التطورية هي في كثير من جوانبها أقرب للإنسانيات من العلم الرصدي التجريبي الحقيقي حصروا تعريف العلم الحقيقي في العلم الرصدي التجريبي وأنكروا الغيب لأنه ليس في متناول هذا العلم ثم لما فشلوا في تفسير الخلق به راحوا يلجأون إلى غيبيات افتراضية لا دليل عليها من رصد ولا تجريب ولا عقل ولا فطرة كل هذا ونحن لا نريد أن نعيد ما بيناه من مدى سخف فكرة رسم كائن كامل وعمل أفلام ووثائقيات عنه بناء على أجزاء من جمجمة أو عظام متناثرة كما بينا سابقا في فضيحة رسم شبه إنسان براسكا بناء على درس ونشر بحث عنه في ساينس ثم عودة المجلة لنشر بحث آخر بعده بسنوات أن هذا السن هو سن خنزير لا شبه إنسان هنا مسألة مهمة جدا جددا جدا جدا هي أن كل ما ذكر ليس هو أهم ما في الأمر يعني حتى لو وجد هؤلاء أحافير لكائنات بصفات مشتركة ما الذي يثبت علميا أننا تطورنا عنها هذه مسألة مهمة جدا إخواني لأننا كثيرا ما نضيع في التفاصيل بحيث يظن المتابع أنه إذا ثبت مثلا أن لوسي كان لها صفات مشتركة فإن هذا يثبت أننا تطورنا عنها وكأن الجدال على حفرية معينة هو جدال إذا حسم فإنه يحسم لصالح تطور الإنسان أو ضده أبدا وعلينا أن لا نضيع في التفاصيل عن الصورة الكلية سيقول أتباع الخرافة هناك أشياء أخفى يعرفها المختصون كالتسلسل المتدرج في المادة الوراثية فنقول وهذا أيضا ليس صحيحا هذا البحث في مجلة البيولوجيا الجزائية والتطور يبين أن هناك فروقات جينية ضخمة بين الجنس البشري والقرد الجنوبية لا تتماشى مع تطور تدريج البطيء وأن هناك توليفة من الصفات ظهرت فجأة لم تظهر من قبل طيب ما التفسير لديكم إذن؟ قالوا حصول ثورة جينية وهي تسمية تبدو علمية لفكرة كوميدية تكلمنا عنها مفادها أن تغيرات عشوائية كثيرة جدا حصلت بشكل متناسخ دون تخريب باقي المادة الوراثية لتكسب الكائن صفات راقية حولته إلى الجنس البشري وأن هذا كله حصل بالصدفة طيب ولماذا تتكلفون فكرة الثورة الجينية أو ما يسميه البعض التطور السريع بأي حق تفترضون أن الإنسان تطور عن كائنات أدنى مع أن الأحافير لا تسعفوكم ومع أن الإنسان مختلف في خصائصه وجيناته اختلافا كبيرا عن الكائنات الأخرى ما هو لازم يكون الإنسان تطور عن غيره لماذا حتى يكتمل التفسير العلمي الكائنات الأدنى تطورت عن غيرها وهذه بدورها تطورت عن الخلية البدائية التي نشأت صدفة بطريقة ما إذن فتطور الإنسان عن غيره هو افتراض مسبق تطوعون الاكتشافات له وتلبسونه لباس العلم وليس نتيجة علمية قادتكم الأدلة العلمية إليها طيب وما البديل عن تطور الإنسان عن كائنات أدنى أن الله خلقه خلقا مستقلا عن علم وإرادة هذا ليس تفسيرا علميا ما معنى التفسير العلمي هو ما يخضع للرصد والتجربة وإعادة الإنتاج وهل تطور الإنسان عن كائنات أدنى هو شيء رصدتموه أو جربتموه أو أعدتم إنتاجه بينا سابقا أن الظهور الأول للكائنات هو أمر غيبي لا يمكن أن يخضع للحس ولا للتجربة وبالتالي فليس من مجال عمل العلم الرصد التجريبي الساينس ليس من اختصاصه وبالتالي فالبحث عن دليل من الساينس لتفسير الظهور الأول للكائنات هو استخدام للأداة الخطأ في الاستدلال وبينا في الحلقات 49, 51, 52 من رحلة اليقين لماذا العلم ليس محصورا في الساينس فالغيب الذي جاء به الخبر الصحيح هو من العلم كيف نعرف أن هذا الخبر صحيح بإثبات صدق القرآن والسنة بالأدلة الفطرية والحسية والعقلية فالدليل على أصل الإنسان الأول لا يطلب من الساينس لأنه ليس من اختصاصه أمر لا يقع تحت الرصد ولا التجريب ولا يمكن إعادة إنتاجه فلابد أن يكون الدليل علميا خبريا يخبر عما كان في هذا الزمان المغيب عنه قد تقول لي أنا لم أقر لك بعد بصحة القرآن والسنة ولم تثبت لي ذلك ماشي لكن إلى أن نصل تلك المحطة من رحلة اليقين لا تقول لي أن تطور الإنسان علم مؤيد بالأدلة العلمية بل إيمان أعمى بتفسيرات تخيلية ضاربة في عمق التاريخ فحسب أمر آخر مهم جدا جدا هو أن تحول كائن إلى آخر يجب أن ينبني ضمنيا على أن هناك من يجري هذا التحويل عن قصد وإرادة لأن التطور الصدفية بلا قصد ولا غاية لا يحول كائنا لكائن ولو امتلأت الأرض والسماء بالمحاولات العشوائية كما بينا بالتفصيل في حلقة خاطبهم كأطفال عندما ذكرنا ما يتطلبه تغير بسيط في الكائن نفسه كاستطالة عنق الزرافة وربطنا ذلك بمثال الأطفال الذين يضربون بعشوائية على كيبوردات والتغيرات المطلوبة في ملفات الورد بشكل متزامن دون تخريب الفقرات الأصلية وكما بينا في حلقة من سرق المليون بأنه حتى إذا تجاوزنا ذلك فإن طبقات الأرض ستعج بأحافير الكائنات الانتقالية المفترضة ومعها أحافير الكائنات الفاشلة الناتجة عن التغيرات العشوائية وهما حلقتان في غاية الأهمية لبيان سخف فكرة التحول من كائن لكائن بالصدف عبر التغيرات العشوائية والانتخاب الأعمى وسخف الحفاوة بحفرية كدليل على حصول التطور وأن عبارات مثل كائن انتقالي وحلقة وسيطة هي عبارات مضللة لأنها مبنية على القصد والإرادة في تحويل كائن لآخر بينما هم ينفون القصد والإرادة هذا كله يا كرام ونحن لم نتكلم عن كوميدية التعامل مع هذه التقديرات لأعمار الكائنات بملايين السنين وكأنها أرقام مقدسة فيها قدر عال من الدقة لكن يكفي كمثال واحد حوالي عام 1992 وجدوا حفرية في إثيوبيا وبعد 17 عاما قام الإعلام بتطخيم هذا الاكتشاف فجعلتها ساينس موضوع غلافها بعنوان اكتشاف العام واشتهرت باردي ونشرت عنها ساينس مقالا ونشرت عنها ناشنال جيوغرافيك بعنوان العثور على أقدم هيكل عظمي لسلف الإنسان ووضعوا لها مكانا في الخط التطوري المزعوم قبل أربعة فاصل أربعة بالعشرة مليون سنة وهو للأمانة أربعة فاصل ثلاثة ثمانية سبعة مليون سنة بلس ماينس فاصل صفر ثلاثة واحد مليون سنة كما في نيتشر في النطاق الزمني المناسب لتطور الإنسان لكن ما لبثت مجلة ساينس في العام التالي أن نشرت مقالا يطعن في أدلة أن أردي سلف للإنسان ونشرت تايمز مقابلة مع مختص بيّن فيها أن أصحاب الدعوة استخدموا أساليب غير علمية لتمرير دعواهم ونشرت نيتشر أيضا بحثا يعارض هذه الدعوة أن أردي سلف للإنسان محل الشاهد كلفت نفسي أن أعود إلى البحث الذي ذكروا فيه تقدير عمور أردي في مجلة نيتشر فوجدت الباحثين يقدرون عمرها بحسب الطبقات الرسوبية التي تواجدت فيها ويقولون أكثر العينات ملوثة بما يعطي عمرا مبكرا يقدر بحوالي 23.15 مليون سنة إحدى العينات مع أنها ملوثة أيضا أعطت عمر 4.387 مليون سنة إن هذا العمر يبدو أفضل تقدير للعينا وبالتالي يعطي الحد الأعلى لهذه البقايا البذور التسعة الأخرى من العينا نفسها تمثل ملوثات عمرها 23.16 مليون سنة هكذا بكل بساطة نحن نرى أن 4.14 مليون سنة أنسب ونستثني عينات 23.16 مليون سنة مع أن كل العينتين باعترافنا ملوثة فعمر حفرية أردي قد يكون 4.14 مليون سنة قد يكون 23.16 مليون سنة يعني حوالي 5 أضعاف قد يكون أقل وقد يكون أكثر وسنضع لكم في التعليقات روابط لمقالات تبين مدى كوميدية فكرة أن هذه التقديرات بملايين ومليارات السنين هي أرقام دقيقة هذا هو واقع الدليل العلمي على تطور الإنسان قد تقول لا لا ليس فقط الأحافير هناك الدليل الجيني فالإنسان تتشابه مادته الوراثية بنسبة 98.8 بالعشر بالمئة مع جينات الشمبانزي بينا بطلان هذه الدعاوة بالتفصيل العلمي في حلقتين قد تقول لكن هناك دليل التشابه بين تشريح الإنسان والكائنات الأخرى بينا عدم دلالة ذلك على الأصل المشترك بالتفصيل في حلقة ذيلك الذي لا تعرف عنه الكثير قد تقول لكن هناك دليل الأخطاء في تصميم بعض أجزاء الإنسان كأشبكية العين بينا بطلان ذلك بالتفصيل في حلقة أحرجتك نحن يا كرام بينا عبر عشرات الحلقات بطلان نظرية التطور من جذورها بالتفصيل العلمي وبينا بطلان مبادئها والأساليب التي اتبعها أتباعها لترويجها على الناس فالذي لم يتابع الحلقات الماضية عليه أن يعلم أن ما نعرضه اليوم ليس إلا جزءا بسيطا من مناقشة مفصلة مطولة هذا إذن هو واقع الدليل العلمي على تطور الإنسان عن كائنات أدنى سيناريوهات نقضتها الاكتشافات الحديثة حتى أصبحت مبعثرة غرقانة مهتزة من جذورها بتصريحات التطورين أنفسهم وأيقونات هذه السيناريوهات مفندة واحدة واحدة بالاستثناء أدلة توظف خيالات الفوتوشوب وأفلام هوليوود بناء على عظام مبعثرة تفترض تعسفا أن الإنسان تطور عن غيره بلا دليل علمي مبنية على محاولة إنكار فكرة الخلق بأي ثمن وعلى طلب أداة الاستدلال الخطأ على قضية غيبية وتتجاهل تبعات الصدفية واللاقصدية التي لا يمكن أن تحول كائنا لكائن وتتجاهل عدم الدقة بشكل كبير في عمر الأحافير ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور عقيدة داروينية عمية تعالوا الآن يا كرام نرى تعامل بعض المتكلمين العرب مع الموضوع واسمحوا لي بداية أن أؤكد على أمر الشخصيات الثلاثة الأولى التي سنذكر كلامها نحسب أنها لم تتعمد مخالفة الحق في هذه المسألة لكنها لم تبذل ما ينبغي للوصول للحق فأخطأته وقد تواصلت معهم واحدا واحدا طلبا للنقاش إكراما لما يجمعنا من انتساب للإسلام وقد رد بعضهم بأدب وخلق معتذرا عن النقاش حاليا واختار البعض الآخر عدم الرد أصلا بل اللجوء إلى الطاعن والافتراء فليعذروني جميعا أني اضطررت للخروج بهذه المادة على العلن فإن الأخطاء التي وقعوا فيها في هذا الموضوع على العلن كبيرة جدا ولها أثر سلبي للغاية ومع ذلك فأسأل الله أن يهدينا وإياهم لما يحب ويرضى وأرجو من إخواني أن يحاولوا التأثير على الشخصيات المذكورة بالنصح والتذكير لا بالتهجم ولا التجريح الدكتور نضال قسوم في حلقة له من برنامجه تأمل معي بعنوان نظرية التطور وأدلتها العلمية يقول طيب يقول لك طيب وين هذه الحلقة المفقودة بينهم وين هذه الأجناس الهياكل التي تقولون أنها يعني بين الإنسان وبين القرد القديم وين وريني أنت حالة لتبين أن الإنسان كان شيء قبل الإنسان وأنه انحضر فعلا من قردة أو القردة الكبيرة أحيانا تسمى الأيبس هذه القردة الكبيرة لدينا عدد كبير من هذا النوع من الأحافير صدقوا أو لا تصدقوا نجد أن هذه الجماجم تتراوح في الأعمار بين حوالي مليوني سنة إلى أحدثها الأخير ربما يعني ثلث مليون سنة ثلاث مئة ألف وفعلا عندما نأتي إلى كل واحدة من هذه الستة وننظر إلى حجمها وعمرها نجدها أنها فعلا تتسلسل من الأقدم إلى الأحدث وتصير تقترب إلى البشر لا معلش يا دكتور هذه الدعاوى لأتباع التطور قديمة جدا من عام 1963 كما وضحنا وأنا لا أدري حقيقة من أين تأخذ معلوماتك خاصة أنك لا تضع مراجع عند كل معلومة طيب ماذا نفعل يا دكتور نضال مع آيات الله في القرآن والتي تتكلم عن خلق آدم بيدي الله تعالى يجيبك الدكتور أنا أحكم على أي نظرية سواء تطور أو بيك بانج أو جاذبيت أينشتاين أو كونتوم ميكانيكس أو ذرية أو نووية أحكم عليها بأدلتها العلمية لا أحكم عليها بكتب دينية وإلا بتصير العملية مفتوحة على كل الاحتمالات بيجي لي كتاب آخر واحد يحكم لي من كتاب هندوسي واحد يكتب لي من التوراة واحد من التلمود واحد يحكم على النظرية بالقرآن واحد ما رح نخلص هكذا لا يصح أن يوضع القرآن في سلة واحدة مع كتب الأديان الباطلة والمحرفة ككتب الهندوس والتوراة والتلمود أليس كذلك يا دكتور؟ ويقول لك عنا حل من حلين يعني نقول لا لا هو صحيح كتابك يقول هذا ولكن كتابك غلطان أو نقول لا أنت مرثم بهذه الطريقة اللي اختاره البشر سواء المسلمين أو حتى النصارى أو اليهود أنه لا لا نفهم هذه الآيات بهذه الطريقة نعيد تفسيرها وهل اليهود والنصارى أسوة للمسلمين؟ وهل القرآن ككتبهم في الاحتواء على المغالطات ومصادمة العقل والعلم لتطالبنا أن نفعل مثلهم يا دكتور نضال؟ فهذه الحقائق عن التطور ثابتة في الأرض ما لا علاقة بي تقبل لا تقبل أنت حر الآن كما قلت لك آنفان تأتي في الكتب الدينية في القرآن وغيره يتكلم عن الإنسان وأصل الإنسان وخلق الإنسان فيأتي الناس ومن الطبيعي أن يسألوا طيب هذه الآيات كيف أفهمها على ضوء ما تقولون أنتم يا علماء هل هناك إمكانية أن نفهم هذه الآيات على منوال بطريقة تكون متناغمة مع ما يقوله العلم؟ أنا أقول نعم أن نؤول المرس نعم أن نؤول المرس نؤول الأجزاء التي يبدو أنها إذا فهمت حرفيا إذا فهمت حرفيا تتناقض مع العلم كيف يعني نؤول القرآن؟ يعني يعتبر الدكتور القول بخلق الإنسان كما هو واضح من القرآن والسنة وكما فهمته الأمة عبر القرون يعتبر ذلك فهما سطحيا عندما ننظر إلى الآيات القرآنية وإذا نظرنا إليها بسطحية وحرفية نرى كأن الإنسان هذا خلق بشكل مستقل تماما عن باقي الخليقة ويتكلم الدكتور نضال عن إنسان بداي كما في الأفلام الهوليوودية التطورية فيقول وهذا هو تاريخ الإنسان يعني في الأول كان إنسان بداي مش فهم شيء مش فهم فاكر أنه الأشياء هكذا بتصير حواليه يعني هكذا كلها مخيفة وهناك آلهات كثيرة وكل آلهة بتتعارك في السماء هذه الآلهات وكذا وبعد أن تده يتطور شيئا مع نفسه تده يفكر أنه طب أنا ليه معنى وجودي ليه معنى حياتي هنا لها ضوابط هؤلاء الأشخاص طب هذا ليقول شيء ثاني عني هذه محاور اختلافنا مع المروجين لفكرة تطور الإنسان عن كائنات أدنى لا منهجية للتفريق بين العلم الحقيقي والخرافات لا منهجية في التعامل مع القرآن بل وجرأة على الخوض فيه بغير علم ولا منهجية في التوفيق بين الوحي والعلوم الطبيعية والنتيجة بالنسبة لهم تطور الإنسان حقيقة والطريقة الوحيدة لتحافظ على القرآن هي أن نعيد تفسيره بما يتوافق مع حقيقة التطور كما فعل أصحاب الأديان الأخرى ولعل الدكتور يطلع على هذه الحلقة وسابقاتها ليعلم أن العلم الذي يريد إعادة تفسير القرآن من أجله ما هو إلا خيالات هوليوديا وسيناريوهات رأينا ظلماتها المتراكمة من أشكال إعادة التفسير هذه ما ذكرته إحدى الدكتورات في مجال البيولوجيا والتي كررت في مقطع من ثماني دقائق عبارة التطور حقيقة التطور حقيقة ثماني مرات ثم قالت إذن فتعتقد الدكتورة أن آدم ما هو إلا كناية رمز للبشرية بشكل عام وليس كائنا حقيقيا مستقلا محددا سئلت مجددا فأكدت وقالت إذن بحسب الدكتورة فآدم قد يكون مجازا عن مجموعة من البشر تطورت لديهم القدرات العقلية والإدراك وما إلى ذلك ولنا أن نسأل الدكتورة إذا كان آدم كناية أو مجازا يا دكتورة وليس كائنا محددا حقيقيا فكيف سنفهم قول الله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة وقوله تعالى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك وغير هذه الآيات الكثير الكثير وغيرها الكثير الكثير من الأحاديث الصحيحة في الحديث عن آدم عليه السلام وطبعا الذين يتجرؤون على القرآن بهذا الشكل فهم على السنة أجرأ ما الذي يمنع أصحاب التفاسير الباطنية للقرآن من تفسير القرآن كما يشاءون حيث يخترع من شاء ما شاء من المعاني ويزعم أنها هي المقصودة بهذه الآيات وليس معانيها الواضحة الظاهرة كما حصل مع الحركات الباطنية في التاريخ الإسلامي إذا كان آدم الذي فصل القرآن في قصته تفصيلا مجرد رمز أو مجاز فما الذي يمنع أن تكون الجنة مجرد مجاز والنار مجاز والآخرة مجاز بل ولماذا لا يكون الله عز وجل مجرد مجاز تذكروا إخواني من أجل ماذا يتم الخوض في القرآن بهذا الشكل من أجل خرافات ظلمات بعضها فوق بعض الدكتور الروائي أحمد خيري العمري يروج أيضا لفكرة فهم آيات بناء على نظرية التطور وقد أصدر كتابه ليطمئن عقلي والذي أعاد فيه نفس استدلالات المواقع الشعبوية على صحة التطور غير ملتفت طبعا إلى ردودنا وردود الكثيرين العلمية المفصلة على كل منها ثم أتبع هذه الأدلة بقوله ولعله من نافلة القول أنه لا يمكن لأي نظرية علمية أن تكون بديلة لنظرية التطور دون أن تأخذها أولا على محمل الجد التام والدراسة العلمية المكثفة خصوصا أن سجل الأحافير الذي تستخدمه نظرية التطور يضم ملايين الأحافير إن لم يكن المليارات منها جملة مصاغة بطريقة توهم أن هناك الملايين أو المليارات من الأدلة على الخرافة من الأحافير سجل الأحافير الذي تستخدمه نظرية التطور بعيدا عن المبالغة الشديدة في الأرقام فهذا السجل مليء بأحافير لهياكل بشرية وحيوانية مثيلة للمخلوقات المعروفة الموجودة حاليا بيننا ولم يدعي ولا حتى كبار مروجي الخرافة الأجانب أنها دليل على التطور وإنما الحديث عن أحافير محدودة أريناكم اليوم وفي حلقات الماضية بالتفصيل العلمي ومن أوراقهم ما يكذب دلالتها على التطور في المقابل الدكتور العمري الذي أصدر سلسلته في التحصين من الإلحاد بعنوان أنتي إلحاد عنده مشكلة في تعريف الإيمان نفسه فهو يقول في الحقيقة الإيمان بأي شيء يحتاج إلى هذه القفزة أن تؤمن بشيء دون كل الأدلة القاطعة الحاسمة ومثل هذه العبارات وغيرها من العبارات التي تجعل الإيمان بوجود الله وبالغيب عموما أمرا أغلبيا لاقطعيا يقينيا وهو ما وضحنا بطلانه تماما في حلقة الله غيب هل معناه أن وجوده غير يقيني وحلقة هل يمكن إثبات وجود الله علميا وغيرها من رحلة اليقين فعندما يكون تطور الإنسان مؤيدا بالأدلة العلمية القوية كما يقول الدكتور العمري بينما الإيمان بالله نفسه لا يمكن البرهنة عليه بشكل قطعي ويحتاج قفزة في الفراغ فلا عجب أن يتأول القرآن ليناسب تطور الإنسان أما الدكتور عدنان إبراهيم فقد بينا طريقته في ترويج خرافة التطور عموما في حلقة لماذا يلحد بعض أتباع عدنان إبراهيم وفي حلقة اليوم ما يفند دعاواه عن تطور الإنسان وأنا ختاما أسأل من يروجون لهذه الخرافة من العرب هل أنتم تقرؤون الأوراق العلمية؟ هل تعودون إلى الأبحاث الأصلية وتقرؤونها بلغتها الأصلية للتحقق من صحة المعلومات وصحة الاستنتاجات؟ أم أن مصادر معلوماتكم هو المواقع التي يضحك بها أتباع الخرافة على الناس والرسومات التي يستخدمها مروجو الخرافة الشعبويون فتنقلون عنهم كأنهم أناس ثقات مؤتمنون ألأجل هذه الخرافات المهترئة تريدوننا أن نعبث بتفسير كتاب الله تعالى ونتجاهل الأحاديث الصحيحة عندما تعود إلى القرآن لتطوع نصوصه بما يناسب العلم الموهوم وكأن القرآن مائع الدلالة قابل للتشكل حسب الطلب هل أنت بذلك توفق حقيقة بين العلم التجريبي والقرآن أم تسكط هيبة القرآن من قلوب المسلمين بجعله تابعا هلاميا هذا القرآن عزيز وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يلتبس بباطل ولا يفسر بباطل ولا يطوع لباطل كتاب مهيمن حاكم غير محكوم قائد لا مقود إنه لقول فصل وما هو بالهزل إذا أدركت هذا كله أخي وأختي فانفض عنك تخاريف العلم المزيف وأصغي بسمعك وكيانك إلى قول ربك سبحانه وهو يذكرك بأصلك بكلام فصل لا لبس فيه ولا غموض ليجعل من بعد ذلك لحياتك معنى ويبني عليه منظومة أخلاقية إذ تعلم أنك عائد إليه فيقول يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا ومن يخالفنا لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله